كمان الأهل وسيمبا يمكن خليني فكر سادة المشاهدين أنه التقى الأهل وسيمبا التنزاني في 8 مواجهات سابقا ويمكن فاز المارد الأحمر ب3 لقاءات وفاز سيمبا في 3 لقاءات أيضا وتعادل الفرقتين طبعا في مرة منهم النتيجة كانت 2-2 والمرة الثانية كانت نتيجة 1-1 وسجل المارد الأحمر 12 هدفا وتلقى شباكه 7 أهدف خليني أقول حاجة سألة هنا وأسمع رأيهني فيها لأنه الفترات الأخيرة أو البطولات الأخيرة من دور الأبطال كانت فيه سيطرة أو شبه سيطرة لا هي سيطرة الحقيقة من أندية شمال أفريقيا وكان واضح جدا وأوقات كتيرة جدا كنا حتى ملاقي المربع الدهبي أربع فرق من شمال أفريقيا في نسخة من نسخ لكن واضح السنة دي أنه فيه اختلاف وواضح أنه فيه عودة القوة القديمة يعني مازينبي كان غاب فترة رجع أسك كان غاب فترات ورجع بنشوف كوا صعدة زي يانج أفريقينز وزي سيمبا التنزاني فواضح أنه السنة دي فيه تغيير الخريطة الحقيقة يا أحمد وسألة الخريطة الأفريقية يمكن بانيت فيه تغير كبير جدا لما شفناها في البطولة الأفريقية الماضية تغير على الخريطة الأفريقية وبعض المنتخبات نتكلم حتى على المنتخبات فيه تطور كبير جدا جدا الملاحظ في تنزانيا يانج أفريقينز وزيمبا التنزاني الحقيقة تطور كبير جدا على مستوى الأداء على مستوى المدربين اللي بيدربوهم بشكل جيد جدا على مستوى اللاعبين يعني بتواجدوا في الفرقتين الحقيقة لعبين زي مستوى عالي جدا فكل سنة البطولة الأفريقية وزي ما بنتكلم على البطولة الأفريقية على مستوى المنتخبات بتبقى أصعب كل سنة أو كل سنتين كمان على مستوى دور الأبطال الحقيقة الفرق الأفريقية ما بقتش بس شمال أفريقيا لكن كمان بدأت يعني أنت بتتكلم على ما زيمبي كان غايب فترة دلوقتي المتواجد بشكل جيد فكل دي تحديات كبيرة جدا وإن شاء الله زي ما أنت قلت يعني حتى اللقاءات الأهلي وسيمبة التنزاني بتكلمي على ثلاث لقاءات فاز الأهلي ثلاث لقاءات خسر الأهلي فالنتائج قريبة جدا وده بالأدعى أن احنا نهتم جدا جدا بهذه المباراة إن شاء الله وأنا في اعتقاد الشخصي أنه هيكون فيه تركيز كبير جدا على هذه المباراة إن شاء الله كل التوفيق بس كويس لهم مش اللعبوا هم صايمين دي نقطة مهمة جدا مهمة جدا نعارف اللعيب اللعنة بتلعب بزدف أفريقيا وهي صايمة تبقى القصة صعب عليها فبيتهاليد ده برضو صعي إلى حد ما يخفف شوية من الجولة الأولى مباراة الزهير بالضبط يمكن طبعا خياني أكد على كلام كابتن هاني أنه يمكن النتائج فعلا تعادلنا في مباراةين معاهم يمكن برضو النتائج كسبنا في كام ماتش 3 ماتشات هما نفس القصة يمكن النتائج فعلا المتقربة دي فعلا بتخلينا أنه نعتبر المباراة دي نعمش مباراة سهلة هي مباراة فعلا صعبة ونفود نحطها في عين الاعتبار فين شاء الله إن شاء الله نابنة دي الأهلي أدها وإن شاء الله هنحقق يعني فيها نتيجة إجابية أكدتي على كلام ماني مش عايش تأكدي على كلامك أكد على كلامك برضو لا كلامك يالله